موسيقى طيب نيجي شوية في موضوع الأحزاب لأنه أكثر شي ممكن يبرز فكرة الموالاة الحزب أركت أنتوا هون في المجتمع الفلسطيني يعرفتوا أحزاب مش هيك أشكاله ألوان ما بتلاحظوا أنه المنتمي للحزب دائما آراءه منسجمة مع مين مع الحزب نفسه بحيث قبل ما تبدأ تحكي معاه تقدر تعرف شو أفكاره ومواقفه السياسية إذا بتعرفوا أنه منتمي للحزب الفلاني بتقدر تقدر هذا معناته لما بدأ أتكلم معاه أنا راح يكون موقفه من القضية الفلانية كذا لأنه حزبه لاحظوا لذلك شو منقول إحنا اليوم منقول إيش توجهه إيش انتماؤه نتبهوا هذا مهم جدا في موضوع الموالاة إيش توجهه إيش انتماؤه وبتلاحظوا كمان الأحزاب بتناصروا الحزب الواحد أعضاؤه بتناصروا وبتجدهم لما يصاب واحد فيهم إيش كلهم بوقفوا معاه لما يعتد عليه بوقفوا معاه لما يزجن بصير صحفهم اللي إليهم إيه إيه إعتراض إيه كذا ما بصير ليش تيزدينه فلان طب ما وسجنه آلاف غيره. ايش معنى هذا يعني. شفتوا الولاء والمولاء. ولما بيفقر بجمعوله. بش هيك هما? يعني بغض النظر مين يعني? احزاب يعني سواء كانت صالحة ولا طالحة. ما فيه الصالح وفيه الطالح. زي ما بكونوا جماعة الاحزاب مواليين لاحزابهم. هيك المسلم لازم يكون موالي لها? لمين? للامة. طب واذا الامة فيها احزاب? لا فيها احزاب هذه الاحزاب لازم تكون ضمن الولاء لمين? للامة. بسوش تتناقض اصلا مع هالكلام. ننتبه لمسألة. انه وحدة العقيدة هي اللي بتسهل فيما بعد يصير انتماعك وين? للامة. لانه غالبا هون بي. لما بيحمل اي انسان فنسفة ما الا تجدون شد لمين? للي بيحملوها. فالمسلم ما بيحمل عقيدة بيوجد حاله بدأ شوية عواطفه تروح في اتجاه الامة. مرات اللي بيحصل انتبهوا الان. الشي الخطير. مرات اللي بيحصل لا بيكون عقيدته سليمة. بروح بدخل في حزب. حزب متناقض مع الدين. وجوده في هذه البيئة في الاخير بتنحرف عقيدته. يعني مرات الموالاة تؤدي الى اختلاف العقيدة. يعني موالي هذا الجسم شوية شو بصير زي العقائد تخلق موالاة. والموالاة ممكن تخلق عقائد. دي ربالك مهمة. في ناس بظنوا انه لا انا مني مؤمن وانا كذا. بيدخل فيها اه طي شوية 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 شوية. ولا هو خلصنا. انتهى امره. لما قامت الثورة الايرانية سنة التسعة وسبعين. فالمسلمين لاحظوا لانهم جربين النواطير اللي على العروش. لما شافوا الثورة الايرانية وانها سمتها انه اسلامي اسلامي خصوصا اللبس والليحة بتجي دي الامة كلها وين راح هواها. مش انه الامة غلطانة كانت. لا لانه هي زي ما شافت. زي ما شافت. اه فالكل ايش يعني الكل. انا بقدر يعني فوق التسعين في المية من الامة كانت في تعييد ايران. عجيب. معناته من اول يوم هدولا ما بدهم هالنواطير. ما بدهم النواطير اللي على العروش. ومدركين انه هذه النواطير ما بتنتميش للامة اصلا. ولا الها علاقة بدين ولا الها علاقة. طيب الان كل الامة في هذا الاتجاه. اذكر بس بديش اسمي طبعا اسماء. جماعة معينة حزب معين. بديش اقول اسمه. لما قامت الحرب العراقية الايرانية. الناس كلها بتأيد ايران. لانه متصورة الاشي صح. انه هدول دين ودين ودين بواحد الامة اصلا. الا فصيل فصيل حزب جماعة كانت تتأيد العراق. ليش؟ لانه العراق قومي. هم ظنوا برضو انه هدولا فعلا مسلمين. اللي هم يعني ايران. ظنوها مسلمة. فصار موقفهم ايش؟ مع العراق ضد ايش؟ ضد ايران. اليوم هم مع ايران. ليش؟ لانه بيان انه مش 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 زي ما كنت تتصوره. اليوم مع ايران. ها مع ايران ضد شعب السوري؟ وضد الامة. ها وبيتلقوا الان اموال من ايران. لانه مكتشفوا انه ذول مش مش الدين اللي احنا خايفين منه. واما هذه قضية على فكرة مقاومة مش مقاومة اه انسوا. لانه هذا كلام اه كلام للاستهلاك. والحمد لله بدت الامور تتكشف تماما للناس. وكل هذا من رحمة الله فيكم. ويبدأ انكم انتم في عصر بدك يكون فيه وضوح وبيان وهذا الخلاص. هذا الخلاص. اشتركوا في القناة